على حكاية الجملة العبقرية إن دي هزيمة صدفة مش هزيمة مستوى هزيمة مباراة عجبني جدا تويتا كتبها أو بوستا كتب أستاذ حساب الدين فرحات بعد المباراة دي أنا يا جماعة كابتن الجهري لما تغلب من السعودية في القرات في المكسيك خمسة قال لي تعبير عبقاري قال له إيتوبيس عمل حدثة إيه المشكلة؟ ما بتحصلش؟ إيتوبيس نظيف محترم لكن على الطريق عمل حدثة لسبب أول أخوة مش مشكلة هي دي المشكلة يا جماعة بجد والله مشكلتنا في فهم الرياضة وفهم الكرة إن احنا متخيلين إن فيه فريق يستعص على الهزيمة أو فيه آلة تتحط في الملعب لازم أن تحقق الهدف كل فرق العالم بتصادفها حالة زي كده بتعمل حدثة الغلط فين بقى إن احنا ممكن نهد الدنيا عشان هزيمة مباراة نبني على الهزيمة نبني عليها ونحل الاتحاد وننشي لعيبة ونغير الجهاز وإحنا مش واخدين بالنا إن اللي توبيس عمل حدثة لو قدرنا فعلا نتدارك سبب الحدثة بسرعة اللي توبيس هيلحق يكمل ويوصل بالسلامة لكن إحنا بنتعامل مع الكرة كما لو كان فيه ضمانة كاملة إن احنا بنلعب ترسي آلة مدام دخل يبقى لازم أن يشتغل بالشكل ده لا وارد جدا إن أنت تلعب مبابورات كبيرة جدا ودي أوف ما تتوفقش ما تكسبش أو الفريق الآخر كسب بالصدفة مش عن حقيقة مستوى ولكن عن ظروف مباراة أو حكم يغلط في قرار معين يحملك نتيجة مباراة أو جول يبقى مكسر الدنيا ويجي يمسكها تقع منه وتدخل مش هنهد الدنيا عشان حدثة واحدة حصلت لكن الصح فيه إن أنا بقيم اللي حصل ده هل ده نتيجة مستوى ولا هي حدثة عارضة لو هو حدث عارض هيعدي هيعدي وهتكسب اللي بعد منه وهترد على محمود معروفه على غيره إن احنا في الحين آه لا أبطال أفريقيا دولا وصاص محمود في الحين يكسبوا خمسة أي حد من حبيبك بجد ما بتفرقش معاهم بس دي طبيعة مباراة ممكن تخسر الآلف عز ماجدو منو الجوزيف في عز الفريق الكبير اللي معاه يخرج من غزل السويس ولا يتهزم من بترول أسيوت هل كانت المسألة تهد وتحل آخر مباراة لنا احنا كسبنا الثلاثة صفر هنا أول أغسطس الانجولي وراحين مباراة حصيل حصل هنا فنخسر الثلاثة ودرامات الجزاء تطلعنا طب وانت هتروح بعيد لي كابتن حلمي طولان مع المنتخب اللي لون باللي فيه كابتن سدعب حفيز يكسب أسيوبيا هنا خمسة أظن لما تكسب في ملعبك خمسة المفروض ما تروحش يعني بعرف وقتها يقول لك نحقق في المباراة الزهاب نتيجة مريحة في مباراة العودة في ايه أكتر من أنك انت تكسب خمسة كسرت الخمسة وروح تانيك كسرت الخمسة لا سألنا ده الشوط الأولاني سفر وصفر ها كمان يعني خمسة في خمسة وروح تانيك ها حادثة وبتحصل فجمهورنا لازم أن يتعود على أنه الكرة فيها حوادث لأسباب كتيرة جدا لكن الغلط فين أننا نحمل الحوادث ونقيم حقيقة مستوانا وحقيقة لعباتنا وحقيقة جهازنا الفني وحقيقة منظومتنا الإدارية بناء على حادثة أنا عجبني في الدوري المصري وهنا لما بنقول السبات الإداري سموحة والاتحاد الشوط الأولاني سموحة أربعة مش كده الشوط أربعة أربعة يخلص الماتشة أربعة أربعة كويس حد يسد هذا الكلام اتحاد يعمل كامبات بعد كده الماتشين الاتحاد أربعة واحد يطلع الماتشة أربعة أربعة هو بقى اللي حصل عليه كامبات في الحالتين عجبني جدا المسؤولين وقيادات النديين في التعامل مع الموضوع ده كان هادئ جدا النتيجة إيه دلوقتي الاتحاد بقدم موسم من الموسم الكويسة بتاعته يسيبك من أي كلام تاني تقال لأ بقت فرقة تقيلة يتخض منها صحيح سموحة بقدم موسم هايل جدا صحيح والاتنين بنفسوا على مراكز لو كانت الدينية تربعت بقى بعد النتاج الغريبة دي هنا وهنا كان زمانا داخلين في ديلمة التغييرات والكلام ده كرة القدم فيها حوادث فيها حوادث حوادث كروية بزيب يعمل بس آه وعشان كده جمهورنا والله بجد لأن دي مسألة مهمة يا جماعة فجأة ممكن لعب يضيع فرصة أو فرقة تخسر مباراة نحمل عليهم نسحب منه ونسحب ونجرح ونسي ونعمل حاجات كتير قوي تخلي اللعيب يعمل دروب جامد في حين ان احنا لو فهمناها صح قريت ناس بتقيم بيرسيتاو بتقيم عشان ما رفعش وشه هو بيلمس الكرة منفرد نقط نقطة بقدت عنه عشان فاكر ممكن تفكير خلاص غلط فيها مين قالك ان فرستاو ما يغلطش مين قالك ان ميسي ما يغلطش مين قالك موسي ماني مش هيغلط أو موسي ماني نابس يا جماعة هيحط تشكيل وهيعمل تغيير هيغلط توقعوا ان او مش هنتطفق مع بلاش او هتبقى وجهة نظره غير وجهة نظرنا او اللي هو بيفترض ومش وصل لنا يعني في النهاية تعاملوا على انه ده بشر هنختلف معاه بس مش مش معناها تقييمه بالزبط يعني مش معناها هو كواسي اللي ويعيش لا النقطة دي احنا مختلفين مع بعض فيها بيطلع هو كثيرا هو اللي عنده الحق واحيانا احنا اللي عندنا الحق احنا اللي 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 ا